يعلم بحضراتكم مرة أخرى بما أننا معنا الكابتن عبد الحميد بسيوني فله كثير من الزكريات والكواليس المهمة جدا هنرأت للكابتن عبد الحميد بسيوني بعض الصور ومعاها نفتكر شوية ذكريات جميلة عن الكرة المصرية وأسماء كبيرة مرت على الكرة المصرية كابتن الحميد نبدأ بأود صورة نبدأ بأود صورة طبعاً الأسطورة كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه الله يرحمه الكابتن الجهري واحد من الشخصيات الأسطورية بجد اللي هو كان مدير فني سابق عصره كان مدير فني يعني للأمانة أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة جداً جداً كابتن الجهري ما كانش بعدي صغيرة وكبيرة وكان بيتكلم في كل التفاصيل البسيطة ففعلاً ده أسطورة حقيقة للتدريب وده رمز من رموز اللي ما تتكررش فيه عالم التدريب الكابتن محمود الجهري طبعاً شوفي السؤال اللي بعد كده مانو وتجزل مستر مانو اللي يعني اللي أمانة أنا بحبه جداً وعمل تاريخ كبير جداً جداً مع النادي الأهلي وكان دايماً لما بيقابني بيقابني دايماً يعني بالأحضان وتكلم في حق دايماً في كل مكان كويس حتى الهدف لما جوم يسألوه على أجمل هدف في الموسم اختار الهدف بتاعي ففعاً يعني أنا بشكره من خلالك على دعمه لي اللي كان مش محدود للأمانة يعني إلا وانت كان بيوصني على طول من جميع الأعداد اللي كان بيقعد فيها وتكلم لو حطيت ترتيب ليه بين المدربين الأجانب اللي جوم بس تحطه في ترتيب رقم كامل ده بالنسبة للأمدية ولا؟ حصل لنا ناس كتير لما هو ببطولات وإنجازاته مع النادي الأهلي هو رقم واحد رقم واحد ناخد اللي بعد كده من المديرين الفنيين الكبار اللي مروا بتاريخ نادي الزمالك وحقق بطولات كتيرة مع نادي الزمالك وأهمهم كان كاس أفريقيا أبطال الكؤوس المرة الوحيدة اللي حصلت في تاريخ نادي الزمالك بمسمها الأديم كانت مع مستر أوتوفيستر وكت أنا هدفي البطولة ساعتها ولعبت معه العشر ماتشط في بطولة أفريقيا ويمكن كنت هدفي الفرقة في بطولة أفريقيا في البطولة دي فمن العلامات البرزة برضو في تاريخ نادي الزمالك مستر أوتوفيستر حلوة أنت قلت كده كابتر عبد الحميد عشان فيه كتير أول من جمهور نادي الزمالك تحديدا الجيل الجديد ده لما بيتقال وتفسر فبيتقال جنبها عطول مباراة الستة واحد وناس كثيرين أولا ما تعرفش أن تفسر عمل أداء كبير عمل نتائج كبيرة وعمل تاريخ كبير مع نادي الزمالك ومش معناها أن يبقى في تاريخ ماتش أو ماتشين بأي نتيجة النتيجة دلوقتي ما عادتش بتفرق النتيجة أنت بتشوف في الخمسات والستات وبينها بنشوف تمانية وتسعة وفرقة كبيرة في العالم كله إحنا كسبنا وانا بلعب منتخب كسبنا في ماتش ناميبيا 14-2 باين ليه يونايتد الساعة 2 مانشستر يونايتد الكبير ده تغلب من ليفربوز الساعة 8 يعني اللي هنروح بعيد لفكاس العالم يا ألمانيا ألمانيا كسبت البرزيل في البرزيل كام سابع سابع بالضبط فانا بحكي لك ما تلغيش تاريخ مدرب كبير بحق نتائج كبيرة بسبب مباراة مظبوط عندك حق ناخد السؤال بعد كده كرول ده بالنسبة لي أحب مدرب لقلبي لأن أنا كانت بداية معاه مع نادي الزمالك تعلمت منه كتير وتألقت معاه في وجوده وخدت هدف الدوري وعملت موسم من أحسن المواسم اللي لعبتها في وجود مستر روت كرول وللفكرة برضو عشان الناس يبقى عارفة أن الروت كرول ده تاريخ كبير جدا وكان كابتن كابتن فريق هولندا في نهاية كاس العالم 78 يعني لما يجيب المباراة النهائية الكاس العالم 78 هتشوف مستر روت كرول كان كابتن منتخب هولندا طيب بس أنا عندي معلومة أن روت كرول أول مرة يقابلك ما كانش مكتنق ما هو ما شافنيش ما شافكش ما كانش إزاي دلوقتي فيه سوشيا الميديا وفيه صور وفيه حاجات وفيديوهات وحاجات من دي فعلم أن لعيب من الدرجة التانية هيتم التعاقد معاه فرفض المبدأ من الأساس إنه ولما سافرت هولندا سفرون هولندا بعد ما الفريق سافر فلما شافني هناك هو ما سافرتش معاها أصلا لا ما سافرتش معاها أصلا وما شافنيش أصلا رافد الفكرة هو رافد الفكرة من الأساس مش هاخون مواجهة من درجة وهنا في نادي الزمالك كانوا مقتنعين بي جدا جدا لأن المداربين كلها قالت بس سونيا استحق إنه لعي في نادي الزمالك صحيح فلما روحت حتى هولندا هناك أول ما شافني هناك عمل معاك اكتماع أول ما روحت قال لي أول ما نرجع شوف لك مكان تاني لأن أنت مش هتلعب معا أصلا أنت موجود هنا غزب عني يا ده 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 صراح وواضح جدا وبعدين لما عدت خمس أيام معا كده كنت حتى بتمرر لوحدي وكده نزلت معا شوت في مباراة في دور الهولندي مباراة ودية مع نادي الزمالك بعدها ليل أمانة بقى وتعلمت منه الجزئية دي قال لي أنا بتأسف لك وبعتذلك أنت لعيب هايل وأنا أعلمتني درس النهاردة كبير أن أنا محكمش غير لما شوف بعيني لازم أشوف وبعد ما شوف أقيم فأنا للأمانة يعني تعلمت منه وكان له فرض عليك في مدارك تاني يقول لك لا أعتذى قال لي أنت بتتحرك كويس بتلعب بيمينك وشمالك كويس بتلعب بدماج كويس بتساعد زميلك في الملعب كويس ودي صفات المهاجم النموذج إيه ده هعمل لك فترة إعداد لوحدك وحتبقى المهاجم الأساسي معايا طوال فترة وجودة في نات زمالك وحصل الله ناخد السؤال بعد كده كابتن الكبير كابتن محسن صالح واحد من الناس اللي لهم برضو أفضل علي وكان مدير فني نادي الإسماعيلي في آخر دوري وأفضل دوري في تاريخ الكرة المصري ممكن المسم ده مسم ألفين وواحد ألفين واثنين كنا مع الكابتن محسن في نادي الإسماعيلي وخدنا الدوري مع نادي الإسماعيلي بدون هزيمة فوزنا في عشرين مباراة وتعدلنا في ست مغريات وكنت تاني هدف الدوري وهدف نادي الإسماعيلي في الوقت ده مع الكابتن محسن كابتن محسن من الشخصيات الهدية والجميلة والمحبوبة على المستوى صح كان جيل زهب لأنه دي جدا احنا كنا فرقة يعني أنا عايز أقول أن جماهير إسماعيلي ما كانتش هي بس اللي بتحبنا ووقف ورانا لأ كانت مصر كلها لأنه مصر استمتعت بفريق الإسماعيلي في المسم ده كنت أنا وبركات وإسلام الشاطر وسيد معوض وعمد النحاس حمام إبراهيم أحمد فتح خمس جعفر محمد صراح أبو جريشة أنا مش عايز أنسى أسماء حمام برنام سعد عبد الباقي أيمن رمضان الله يرحمه أسماء كلها كانت عظيمة أنا معاليش سامحوني لو أنا أصاب مني بعض إنما جيل قدم أحلى موسم في تاريخ نادي إسماعيلي اللي من خلالك برضو يا أسكرم بتمنى النادي إسماعيلي أنه يرجع لسابق عدو يكون الضلع الثالث للكرة المصرية صحيح ناخد السورة اللي بعد كده كابتن حلمي طولان كابتن حلمي طولان يعني أنا لو عادت أتكلم عنه هتكلم عنه من الشخصيات اللي أسرت فيها شخصيات في التدريب تعلمت منه في التدريب حاجات كتيرة جدا انضباط والتزام وفكري كبير جدا وفكري متجدد فواحد من أفضل المدربين على الإطلاق اللي أسروا مع عبد حميد بسيو ممكن أسألك سؤال للأسماء الكبيرة دي وين وحتى أنت وأسماء كتير يعني نايمان الزمالك تحديدا عنده أسماء كتير على مستوى التدريب من خلالك بما ذكرت الزمالك بقى أتكلم عن كابتن طرق مصطفى برضو واحد من المدربين اللي مش واخدين حقهم على المستوى التدريبي هنا في مصر واحد بيمسك فرقة في المغرب يوديها كنفضرالية ويعمل معا نتائج كبيرة وفوز على أكبر الفرق ومدرب عام منتخب مصر وعنده خبرات كبيرة جدا واحد من الأكفاء الموجودين اللي بتمنى بتمنى أنه ياخد حظه التدريبي ويجي يوم من الآيام يكون هو مدير فني نادي الزمالك وليلأ يعني نفسي ليلأ بس أنا أنا عادي دلوقتي مسبهل معلش يعني ناسف والله أنا هون مرة أكيد بس لطرة بتتكلم أصلا بس يعني حضراتكم اشتبوا عارفين نفس الجيل لو كابتن عبد الحميد باسيوني مدرب كبير في مصر هو من الأسماء دايما اللي بتبقى مرشحة لنادي الزمالك فهو دلوقتي يتحدث عن الكابتن طرق مصطفى زميله بيونه هو لازم يبقى موجود في الدور المصري ولازم يبقى موجود في تدريب نادي الزمالك فده إنكار ذات أنا ما شفتهش في حياتي بسرعة يعني آه طبعا تحب زمالك بس كمان انت بتقول هو اللي يدرب الزمالك آه يعني بتمنى يعني ياخد فرصته زيه زيه يعني الناس كتير أخدت فرصته في نادي الزمالك صح إن شاء الله فكابتن حلمي بس انتوا لاتنين جمال بسرعة انت وكابتن طرق مصطفى وكابتن طرق مصطفى كان لسه مايه على الهاتف من شوية برضو والتحدث عنك بكل شيء وكابتن طرق مش من الناس الجميلة المحترمة صح فكابتن حلمي للأمانة أنا على المستوى الشخصي بحبه جدا جدا وبتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله يا رب ناخد السورة اللي بعدك كابتن طرق العشري كابتن طرق العشري أخويا وصحبي وصديق وزميل غرفة يعني احنا كنا بنلعب في كاس العالم في كرواتيا وإحنا قاعدين في غرفة واحدة مع بعض وواحد من المدربين المحترمين جدا واللي له شخصية وله فكر تدريبي يحترم وأنا اشتغلت معاه بمجرد ما اعتزلت في نادي حرص الحدود وفزت مع كابتن طرق ببطولتين وأنا مساعد مدرب بطولت الكاس مصر وبطولت الصوبر فكابتن طرق من الناس الجميلة اللي أنا استفدت منها وكتير جدا إنت علاقتك جيدة بكل المدربين اللي في الدورة بأمانة بكلهم والله الحمد بص أنا علاقت طيبة بكل الناس لأن أنا واحد من الناس أعلم تماما أن ما فيش حد لا في إيده ضري ولا في إيده نافحي وبتعامل مع الناس بمنتهى الشفافية صح فبالتالي بين وبينهم كل الحب والاحترام والتأدير وعلى الجميع صدقني يعني أنا ما فيش مدرب بتعامل معاه إلا من منبع أن احنا رياضيين وأن احنا بنجتهد وكل واحد فينا بيكتهد وكل واحد عنده فكر وعنده شغل فني كبير جدا بيطبقه من خلال شغله مع أي نادي هو بيتولى تدريبه إنما يبقى في الأساس زي ما قلت لحضرتك في البداية أن احنا رياضيين رياضيين لازم نكون أخلاقنا رياضية ولازم إحنا كمدربين كمان نبقى قدوة لكل اللعيبة والكل الناس اللي بتشوفنا ولازم الناس تبقى عارفة إن المدربين دول مش مسكين أسلح عشان يحربوا بعض ده احنا بنا تنافس بس من خلال المستطيل والأغرب بس بيطلع المدربين يا كابتن عبد الحميد عشان أبقى أمين معاك يقول لك ده فيه مدرب حاول هو اللي يمشينين للفرق عشان يجي يشتغل فيه مدرب الداني كابتن فيه وكيل اللي عبين هو اللي اشتغل المدرب الداني كابتن عشان يمشيني من اسمح الكلام دول طول الوقت هو 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 فيه حاجات كتيرة مش هقدر أقول لك في الوسط مش موجودة لا موجودة بس في الأول وفي الآخر مين في إيده العمل ومين في إيده الرزق ومين في إيده الشرط بس خلاص يعني بأنها عالم البلأدم ليه يعني وبعدين لو واحد لو واحد فيه بعض من الصفات السيئة أنا أنا هعمل زيه ليه صحيح أنا همشي أنا بأخلاق أنا وبنظام أنا وكل واحد يعمل بأصل إن شاء الله ناخد السورة اللي بعد كده السورة الأخيرة المشير تنطوي رحمة الله عليه الله يرحم سياد المشير تنطوي الله يرحمه واحد يعني ده الأب الروح بالنسبة لي المشير تنطوي بيمثلي كل حاجة في الحياة حل سياد المشير تنطوي الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويسكنه الفردوس الأعلى ويجزي خير عني وعن كل اللي عملوا لمصر الحبيب رحمة الله عليه شخصية مصرية عظيمة